وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية لمشروع التجل الأعظم بسيناء اتساقاً مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر وخلال اجتماع مع عدد من المسؤولين وجه رئيس السيسي بضرورة أن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها وكذا تعظيم الاستفادة من المقاومات السياحية بها اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع لواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير والدكتور مصطفى مونير مساعد وزير الإسكان والدكتور ماهر استينو استشاري مشروع التجل الأعظم وقد وجه السيد الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقاً مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر التي شرفها الله بالتجل فيها ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الذي يليق بها تقديراً لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة كما وجه سيادته أن يتكامل المشروع مع جهود تطوير مدينة سانت كاترين ووضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها وكذا تعظيم الاستفادة من المقاومات السياحية بها أثرياً وبيئياً ودينياً واستشفائياً بالإضافة إلى الارتقاء بكافة المباني والمرافق الموجودة بها كما وجه السيد الرئيس بتوفير كافة الخدمات لزوار هذا المكان المتفرد على مستوى العالم مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للمكان أكذلك مراعاة اعتبارات التنمية المستدامة من خلال دراسة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة إلى جانب الاهتمام بالزراعات والمسطحات الخضراء والتنصيق الحضاري وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض كافة المكونات المخطة تطويرها في إطار مشروع التجل الأعظم بما فيها إنشاء مركز جديد للزوار ونزل بيئي وفندق جبلي متكامل ومجمع إداري جديد وكذلك تطوير المنطقة البدوية والوحدات السكنية ومسارات المشاه ورفع كفاءة البنية التحتية والمرافق وأعمال الوقاية من السيول فضلا عن إنشاء ساحة السلام لإقامة الاحتفالات والأنشطة والعروض المتنوعة